الغاء حفل افتتاح مهرجان الفنون الشعبية بالسنغال ده حاجة مهمة هو المهم اللي فيه ان السيد وزير الثقافة فاروق حسني كان رايح هذا الاحتفال مع حسان مصار وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وفرقة ملاوي للفنون الشعبية كان مهرجان للفنون الافريقية في الفترة من تسعة الخمستاشر وكان حيقول كلمة نيابة عنه لسيد الرئيس حسني مبارك ولكن وهو في ليبيا نازل ترانزيت عشان يروح قالوله ده المهرجان يتلقى فسيد الوزير قعد هناك كده في صالة كبار الزوار ولف واستنى اول طائرة مصرية ورح رجع لنا بالسلام انا وارد سيد الوزير بس السنغال يعني في حاجات بتحصل في بلاد لو حصلت عندنا دي فضيحة ما كناس سكتنا كان زمان الوقت منقول يعني عيد وزير كبير يجينا من دولة كبيرة زي مصر وجاي يقول كلمة عن السيد الرئيسه يعرف هو في نص المسافة ان ما فيش مهرجان ويتلقى حاجة غريبة قوي وبمناسبة الوزير فالحوصن برضو من عارضه هو والدكتور زيحواس رئيس المجلس الاعلى للأثار والدكتور علي جمعة فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعدد من كبار الشخصيات القبطية افتتحوا انبارح بقصر الامير طاز اول معرض للأثار القبطية ده بمناسبة مرور مئة سنة والمعرض في حوالي مئتين قطع اسرية من صور ومخطوطات قبطية خلونا نشوف هذا التقرير وارجع لحضراتكم اهمية المعرض المتلقل ان احنا بنطلع بالمتحف اسرار وكنوز يمكن احنا بنشوفها في المتحف لكن ما بنحسش بجمالها لكن بنحس بجمالها لما تبقى داخل معرض في مكان جميل زي قصر الامير طاز الفن القبطي المصري متميز كفن مسيحي يعني متميز عن بقية الفنون لانه سابق كل عزيزة يعني احنا بنشوف الفن القبطي بدأ من فترة بعيدة قبل ان تبدأ الفنون المسيحية في دول اخرى وزيك دي اهميتها الرائعة بنعمل معرض بقبل ايه تيمة ليه تيمة الناس تيجي تتفرج عليها وتحس بقى انها تتعلم زي تشوف الفن ده نحن بنعمل معرض بيمثل روائع الفن القبطي وبناخد متين قطع اثرية من المتحف الابطي بنعرضها في مكان جميل زي قصر الامير طاز وسبب اختيار قصر الامير طاز ان احنا ان هذا المكان مؤمن تأمين هايل جدا وبالتالي لما بتاخد القطع الاثرية من المتحف بنعرضها بيظهر روعاتها وبيظهر جمالها وحنا ننوين على فكرة ان ده يبقى المعرض الاول ابطي باركال معرض اسلامي باركال معرض فرعون الفن المصري عبر الوصور سواء في مرحلته الفرعونية او القبطية او الاسلامية انما هو حلقات متصلة هذا الحدث له جانب علمي مهم له جانب تاريخي مهم وله جانب ايضا روحي مهم كما ان له جانب وطني ده فن جميل قديم خالص كل الحاجات الحلوة الابطية الدينية يعني حتى الصور والحاجات دي والحاجات قديمة خالص اقدم حاجة غير الفرعنة يعني بعد الفرعنة جم الاقباط وبعدين جم المسلمين احنا مصريين سواء كنا اقباط او كنا مسلمين كل واحد بدينه وكل واحد بس كل واحد مصري انا بدعو من خلال هذه الشاشات ان كل المصريين وليس الاخباط يجوا يتفرجوا على عزم تاريخ مصر وقد ايه اثارمة مهمة يعني احنا بيجينا من العالم كله يشوفوا اثارمة فمن باب اولى ان اولادنا يعرفوا تاريخ مصر وييجوا يأتوا الى هذا المكان ويشوفوا اثار القبطية القديمة في هذا المكان التاريخي هي دي الزيارات الوزير رشيد محمد رشيد الوزير النشط المحترم وزير التجارة والصناعة والقائم بعمل وزير الاستثمار راح ليبيا رجع بايه بقى رجع بمشروعات بالامر المباشر بمليار دولار الوزير رشيد واعد ومتعهد وبادل جهد كبير انه تبقى صدراتنا توصل من 20 مليار لمتين مليار سنويا شايفين الفرق قد ايه يعني 1000% حاجة كبيرة جدا اول الغيث كطرة هذه الزيارة الكريمة اللي راح بيها للدولة الشقيقة الجمهورية العربية الليبية بيجعلنا بمليار دولار بالامر المباشر لشركات مصرية كان اكبر وفد تجاري فيه 150 شركة قطاع عام وخاص ودي نقلة كبيرة قوي في العلاقات بين البلدين يعني حاجة مهمة جدا ان ده يحصل ونلاقي كده الدول بتمدي ايديها جاية تاخد منتجات من مصر تاخد مشروعات شركات كبرى من مصر نصدر للدول العربية والاوروبية ان شاء الله ان شاء الله بالخط اللي ماشي عليه الوزير رشيد محمد رشيد هنحقق نجازات خلينا نشوف التقرير ده من ليبيا كاميرا مصر النهاردة في كل مكان معاكم كانت في ليبيا مع الوزير بتتابع هذه الاخبار الحلوة انا متفاعل بالفترة الجاية لان انا حاسس اولا من كل المواقف اللي بتتخذها الحكومة الليبية ومن منقام فاوضاتي مع السيد وزير التجارة سواء في القاهرة او اللي بدأت اليوم هنا بكرة هناك مقابلة مع السيد رئيس مجلس الوزراء هنا مع السيد وزير المرافق كل الجهات الرسمية كل الجهات اللي موجودة هنا حريصة انها تدينا فرصة ان احنا نتدخل فيه كثير من المشروعات اللي موجودة ونزود حجم تجارتنا الوافد اللي موجود معنا اكبر وفد تجاري وصناعي وسسماري جاه في تاريخ العلاقات المصرية الليبية اكتر من 150 شركة موجودة معنا لم يحدث ان هذا العدد كبير من الشركات جيوا شركات متنوعة في كل المجالات سواء كانت في مجالات الاولاد في مجالات الصناعة في مجالات التجارة في مجالات الزراعة في مجالات النقل في مجالات الاي تي كل هذه المجالات موجودة معنا وكلهم من اعلى الشركات اللي موجودة في مصر اكيد انا النهاردة اأمل ان هذه الزيارة حينتج منها مجموعة من الاجراءات من الحكومتين لتسهيل انتقال الأفراد والبضاعة في الفترة اللي جاية موضوع دخول الأفراد إلى ليبيا عملية المنفذ أنا عايز أن يتخذ قرار أو احنا ناخد قرار فعلا بكرة ولكن يترجم على الأرض بأن احنا عندنا مركز منفذ حديث مش معوق بقى ولا مؤذي ولا متعب ولكن بالعكس بيحفز على اقتجارة وبيحفز على الانتقال بين البلدين احنا بنعمل مجموعة عمل من الشركات المقاولات وشركات الاستشارية وشركات مواد البنى هتشتغل كمجموعة عمل على السوق الليبي في الفترة الجاية وازاي انها تتوجه إلى الدخول في مشروعات كبيرة في سوق ليبيا انه يبقى هناك اجراءات هنتم اتخاذها للحفاظ على صنعة المنتج المصري في ليبيا من المجال الستصدرية ومن الأجهزة اللي موجودة عندنا السوق الليبي بالنسبة لنا بيعتبر من أهم الأسواع اللي موجودة في المنطقة هو في ترتيب السوق الثاني للصدرات المصرية احنا في العام الحالي بصدراتنا بتصل إلى خمسة ونص مليار جنيه مصري هذا الرقم في الخمس سنوات اللي فاتت تضاعف سبع مرات احنا طلعنا تقريبا من سبعمائة مليون إلى خمسة ونص مليار جنيه طبعا احنا بنأمل ان زيادة دي تستمر بصورة عالية في الفترة الجاية وانا متأكد ان احنا ممكن نزيد بتلاتين اربعين خمسين في المئة كل سنة يعني بنكلم على مليار ونص اثنين مليار جنيه سنويا طبعا زي زيادة معناها فرص عمل انت متخيل اليهار دا لو انا بصدرات الليبي اللي موجودة خمسة ونص مليار كم مصنع بيستفيد منها كم ورشة بتستفيد منها كم مزرعة بتستفيد منها مئات الالوف من المصريين بيستفيدوا من هذا السوق خمسة مليارات جنيه مصري هي قيمة الصدرات المصرية إلى ليبيا كل عام خلال السنوات الثلاث القادمة محمود التميمي من ترابلوس الليبية لبرنامج مصر النهاردة اعمل باي باي لزميلنا العزيز محمود التميمي من ليبيا زميلنا نايد رئيس تحرير البرنامج ومن المؤدين المحترمين كان في ليبيا وشايفون واقف زي مرسلين الاخبار كده وحاجة تخض يعني الشوق 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 حاجة تفرح الشوق جميل والشوق يبهج والشوق يرفع راسك وبطلة الشوق كل ما بتكبره وما بتكبرش أبدا بتعتق وتحلوه جمالها فيها وأداءها بينضج كل يوم عن يوم تليها حاجة جميلة ومبدعة كده عشان كده كان لازم سوسن بدر تاخد أحسن ممثلة بأنها أحسن ممثلة مساء الخير يا فنانة يا جميلة مساء الخير إزاي زي كنتي من اسكندرية للقاهرة للتتويج والجوائز ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك الله يبرك فيك مسي ربنا يخذيك إحساس جميلة الناس على الموقع بتاعنا شغالة باركل سوسن بدر باركل سوسن بدر فرح ألمك والله العظيم أنا عرفت من هنا وأنا بقرأ الرسالة لقيتم بيقولولي باركل سوسن بدر فرفعت راسنا وشرفت مصر الحمد لله الحمد لله ألف مبروك ده حاجة جميلة وحاجة بتفرح وجايزة أعتقد أنها بتبقى علامة كده في التاريخ بتفضل قدامك ما بتتنسيش ده حقيقي ده حقيقي ومش قادرة أوفف لك فرحتي قد إيه بس الحقيقة أنا عاوز أقضيف ودي مناسبة سعيدة جداً أنا أعضيف فيها الكلام ده النهاردة في ثنين مصريين الشوق في المصابقة الدولية المصابقة الرسمية وميكروفون في المصابقة العربية عمر واكد أحسن ممثل عن فيلم إيطالي إيطالي كان مشترك في المصابقة الدولية برضو طبعاً دي حاجة يعني مش قادرة أقولك طبعاً عمر كمان ممثل جميل رائع ومحترم وياخد عن فيلم إيطالي مش مصابقة آه طبعاً ولجنة تحكيم أجانب أيوة حد يرفع راسنا في مصر وحد يرفع راسنا في إيطاليا كده هما دول المصريين ولسه وفيه الهرم الزهب الهرم الزهب ده خالد الحجر للفيلم للفيلم الخالد الحجر آه الهرم الزهبي بياخدها أحسن فيلم أحسن فيلم لكل العناصر بقى الله 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 الزهروتها حلوة بقى حاجة كده آه آه الحمد لله الله يبارك فينا فرحتينا ومن زمان نفسنا نلاقي أخبار كده نلاقي نفسنا أصل لما السينما في مصر آه ومش عارف تتفق معاه ولا لأ لما بتنتعش وتقدم أعمال محترمة كده الحياة كلها بتتعدل بيبقى مؤشر إن الدنيا ممكن تبقى أحسن ده حقيقي أنت عندك حق جداً يعني آه ده مؤشر مؤشر جميل ومهم جداً يعني كنت حاسة إنك هتاخدي حاجة؟ آه بصراحة بصراحة يعني حصدقك؟ لأ يعني كنا كلنا أنا وكل فريق العمل في السلم قررنا إن إحنا ما نفكرش في الحكاية دي طب وإنت نايمة كنت حلمت بيها شفتيها عدت عليك كده؟ لأ أنا ما نمتش قصة من الملاحة طيب يبقى مستنيها شكة بس مستنيها بس أنا عارفة إن إحنا تعبنا كلنا تعبنا تعب فوق الخيال الفيلم إن كان مجهد جداً فكن فينا إن إحنا فعلاً نحس إن إحنا تعبنا ده والرسالة اللي إحنا عايزين نقولها من خيال الفيلم وصلت وتشافت مش بس محلياً فناصر لأ كمان عالمياً معنى الجواز اللي إحنا خدناها إنها ما تشافت سعلاً عالمياً وإنهم ده اعتراف بداية من شراك ده الفيلم في المهرجان من اختياره للمسابقة الدولية إن إحنا عاملين عمل قيم ولو معنى ولو احترام ساوسان بدر كده حطت رجلها في حتة تانية أخندم؟ حطيت رجلك في حتة تانية وبتقولوا اللي جاي مختلف يا رب إحنا كلنا عم بنا أمل إن اللي جاي يكون مختلف إن شاء الله بشكرك جداً 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 ربنا يخليك وألف مبروك لساوسان بدر فإن أنا تاريخ افتكروها كده وهي بتبتدي أدوار في أدوار وافتكروها مع عاد الإمام وافتكروها في أدوار كده تلاقوا ساوسان بدر عندها حاجة وفي ممثلين كده فعلاً بتبن لهم ملامح أكتر وأكتر وأكتر لحد ما يعودوا على القمة بجهد ومثابرة سنوات طويلة ومن ساوسان بدر إلى الفاجومي العم أحمد فؤاد نجم هذا الفيلم السينمائي قصة حياة شاعرنا الجميل والكبير أحمد فؤاد نجم بيعمله ممثل جبار برضو والله العظيم إحنا عندنا في مصر شوية فنانين وشوية مبدعين وشوية علماء وشوية شباب بس إحنا ما بناخدش بلا إحنا عندنا خالد الصوى يا جماعة خالد الصوى هو اللي عام الفاجومي وخالد الصوى ده ممثل جميل جداً وصبر كتير قوي والبهد الكتير وفضل مداري وفضل قابل وما قدمش تنازلات وكان عارف إنه جاي فلما تلاقي دلوقتي اسم خالد الصوى على فيلم تعرف إن إحنا داخلنا على حاجة كويس وكمان قصة حياة أحمد فؤاد نجم ده حاجة جمدة جداً طبعاً معاه برضو الفنان الجميل القوي اللي هو حيبقى الفسوخة بتاع الأفلام صلاح عبد الله لما تحطه في حتة كده تلاقيه لبس الشخصية ومعاه الفنانة جهان فاضل وفرح يوسف وأحمد مونير سيناريو وحوار وإخراج دكتور سام الشماع مصر النهاردة كانت موجودة هناك في كواليس بدايات تصوير الفيلم